رأي حدثت في العلم العدد العالمي للقرآن؟ أن ابن حزم الأندلوسي صاحب كتاب المحلة كان يناقش مسألة ليلة القدر متى هي؟ ليس الحديث عن النائل ليلة 27 كما هو معلوم لكن كان ينتقد التعليل الذي علل به فقال فيما يقول ذهب بعضهم إلى أن ليلة القدر ليلة 27 مستدلا بماذا؟ هو ينتقد الاستدلال لا ينتقد الأصل الرأي بأننا إذا عددنا إن أنزلناه في ليلة القدر سنجد سلام هي نقم 27 قال ابن حزم مثل هذا القائل ينبغي أن نأتي بمطرقة عظيمة من حديد ونعشم بها رأسه حتى لا يابس القرآن مثل هذا العبس